حركة تجارية نشطة شهدتها بلدة شقيب السلام في ليالي عيد الفطر السعيد بعد شهر رمضان الذي انتعشت فيه التجارة في البلدة والنقب عامة مناسبة حلول العيد رمضان المبارك نقول كل عامة بخير للأمة الإسلامية عامة وله لشقيب خاصة وله لنقب كمان خاصة احنا زي ما بتعرفوا اليوم الشقيب السلام هي من اقوى القرى اقتصاديا او البلدان اقتصاديا في النقب في الفترة الاخيرة لاحظنا ازدهار كبير جدا من ناحية زوار اخواننا من الوسط البدوي بالقولة غير معترف بيه عيد مبارك على الجميع اول شي ومبارك على جميع المسلمين ان شاء الله وعلى ربوعنا في النقب ان شاء الله وجميع المسلمين في كل انحاء في كل انحاء البلاد الحمد لله في الاونة الخيرة في اشتراك كبير والحمد لله لاخواننا يعني شاركونا في المحلات التجارية في حاركة نشطة حاركة نشطة في المحلات التجارية عندنا بهني الامة الاسلامية بمناسبة عيد الفترة السعيد وكل عام وانتم بخير احنا في منطقة شقيب السلام بلد المحبة بلد السلام بلد الاخاء بلد اخوية وببارك كل الجائرين الذين اتوا الى شقيب السلام ويقول حركة الاقصادية في هذا البلد العنف المستشري خلال الشهر الفضيل برز خلال تهان الناشطين والمواطنين الذين تمنوا على المجتمع العربي ان يعود الى رجده ويحكم العقل في المشاكل ومواجهة هذه الافاة فرصة سعيدة وهنئكم بقدوم العيد عيد الفترة المجيد حياكم الله وتكابل الله منكم الصيام والقيام والطاعات والعبادات وصالح الاعمال الامنية اننا نقتضي بشهر رمضان ونقتضي باخلاق رمضان وعبادات رمضان ونستمر فيها على مدى الحياة كل عام وانتم خير مبروك عيدكم ان شاء الله بحل علينا الامن والامان والسلام والبعد عن العنف والجريمة ان شاء الله فيه برقية مهمة جدا لشبابنا في العيد انه مسوقه سياقة قانونية متزنة ما يصير فيه كمان احداث واللي بيمشوا على الشواطئ كمان يهتموا واللي بيعرف يسبح يسبح حتى ما يكون فيه غرق في هذه الايام الطيبة الكريمة من نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر السعيد نهن شعبنا ومجتمعنا في النقب وسائر البلاد بكل عام وانتم بخير عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد